الموديل الإسباني هو الموديل الذي اخترته لتزيين هذه الفراشة من قطعتين والتي اقترحها عليك اليوم هذه الفراشة هي فراشة أوغاندورا كما نقول بالمغربية هي عبارة عن قطعتين القطعة الأولى قفطان مشتغل على مستوى دورة الرقبة والأكمام بحاشية المربعات المائلة طبعا رأينا الدرس سابقا على القناة دائما على قناة جيخ كوازا جيخ أما بالنسبة للفراشة فهي أيضا مزينة في الجوانب وعلى مستوى دورة الرقبة بنفس الحاشية الموديل الإسباني رأيناه على الموقع موقع الانتغنت لتحكوها زكا جيخ سأترك لك الرابط في آخر هذا الفيديو لمتابعة طريقة عمل هذا الصدر على جيلابا الموديل لك تشاهدوا على الصور هو هذا الموديل الإسباني راحضي معي هذا الصدق من القفطان أنا باقي أخذ دما فيه هنا عندي التقويرة حين تمشي بحاجة جيلابا عندي هنا التقويرة من القفطان بهذه الطريقة أنا باقي ملاقيت حين تخصني باقي حطان عبر على القفطان كي يكون محال هكا باقي هنا عندي الخدمة عندي هنا واحدة أخر كامل كين هذا وكين هذا اللي عندي كامل هذا حتى هو دي القفطان كما كانت لاحظي معي هنا على الصور نفس القياس هو نت اللي حط لكم غنخلي لكم لوليان في الآخر ده هذا الفيديو غنخلي لكم لوليان في الطريقة كيفاش كيت صوب هذا نصطق دي الجيلابا ما شهد القفطان ما زال ما صوبت دي القفطان إلا كانت الطلبات كثيرة طبعا مرة غادي نخدمه غادي نخدمه غادي نخدمه هنا عندي كامل عندي كامل هنا هنا لقيته عندي هنا الدورات الرقابة عاد غادي ندوز من بعد المرحلة عندي الخياطة و عندي التثبيت بالنسبة لهذا الموضل غنخلي لكم كي ما قلت لكم طريقة كيفاش كيت صوب في آخر ده هذا الفيديو كانت طريقة بالكتابة يعني الباترون المكتوب كل سطر عنده الشرح دياله المفصل ركزي مزيان وتبعي وغير بشوية كل شي مش روحي مزيان و بساق ديال السيدات انجحوا انهم من خلال ذاك الباترون اللي كتبت انهم يصيبون ستوق ديالهم خصوصا وانني حط الباترون المكتوب كل سطر بالصورة المرافقة له التوضيحية يعني حتي لما بنت لك شهاجة في الاكتبال صورة كافية انك تعرفي كيفاش تصوبي القفطان ديالك اما بالنسبة للاقتراح الثاني فهو عبارة عن قفطان مشتغل بالكروشي بموديل على شكل وردات مشتغلة بلونين بالاحمر وبسقلي الذهبي اما بالنسبة للملاقية في الامام هي عبارة عن موديل العوينة من اللونين كذلك واخترت موديل التاج الكبير بالنسبة لحاشية الفاكمام تجدين الدروس في اخر هذا الفيديو اتمنى ان يعجبك هذه الاقتراحات لليوم رمضان كريم والسلام عليكم اشتركوا في القناة